36 ساعة هي المدة التي يقضيها مواطنون في مدينة تعز دون طعام حيث الحرب المستعرة منذ عام هذا ما توصلت اليه منظمة اكسفام بعد بحث ودراسة معمقة كما تقول في المناطق المحاصرة لكن المنظمة التي وصفت الحال بانه واحد من اكبر حالات الطوارئ الانسانية في العالم اليوم لم تتحدث عن الطريقة التي يقضي بها الاف المحاصرين ساعة انتظار طعام لا يأتي وكيف يجيبون على اسئلة صغارهم العالم الخارجي لا يعي حجم الازمة تقول ذات المنظمة وتقرع للمرة العاشرة جرس الانذار الذي لا يسمعه محاصر المدينة الذين يستميتون في سبيل مضاعفة الزمن الذي يجوع الناس فيه تضاف تنبيهات اكسفام الى تحذيرات سبق لبرنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة ان لفت اليها وقال فيها ان عشرة من اصل 22 محافظة يمنية تواجه انعدام الامن الغذائي على مستوى الطوارئ وهي خطوة واحدة تسبق المجاعة البرنامج ايضا اعلن انه يواجه تعقيدات في توصيل الامدادات الغذائية للمحتاجين بسبب حدة القتال والاوضاع الامنية ورغم هذه الكلمات التي تعمد منظمات دولية الى استخدامها الا ان وقعها لا يسري على من يفرضون طوق حصار لا ملامح الانتهاء